مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم للصف الثاني الإعدادي الفصل الرابع استكشاف الفضاء الدرس الثاني الفضاء والنجوم والمجرات في جزئه الأول سنتمكن أعزائي الطلبة في هذا الدرس من أن نصف الطيف الكهر مغناطيسي وكذلك نعرف نعرف أنواع المناظير المستعملة في رصد الكون والمقارنة بينها الطيف الكهر مغناطيسي الموجات الكهر مغناطيسية ما المقصود بالموجات الكهر مغناطيسية يا ترى؟ هي عبارة عن موجات تحتوي على موجات كهربائية متعامدة مع موجات مغناطيسية وتتميز بأن لها القدرة على أن تنتقل في الفراغ بعكس الموجات الصوتية التي تحتاج إلى وسط الناقل حتى تنتقل لذلك يتم تركيب الصوت على الموجات الكهر مغناطيسية مثل موجات الراديو ليتمكن رواد الفضاء من التكلم في الميكروفونات ما هو الطيف الكهر مغناطيسي؟ عبارة عن أشعة كهر مغناطيسية مرتبة حسب الطول الموجي والتردد كما نلاحظه في الشكل هنا فيبدأ الطيف الكهر مغناطيسي من موجات الراديو ومن ثم موجات الميكروفويف الأشعة تحت الحمراء الضوء المرئي الأشعة فوق البنفسجية الأشعة السينية X وأخيراً أشعة جاما نلاحظ أن الطيف الكهر مغناطيسي هو ترتيب حسب الطول الموجي والتردد أي من الموجات الكهر مغناطيسية لها أطول طول الموجي؟ نعم هي موجات الراديو كما نلاحظ هنا بالنسبة للطول الموجي فإن الطول الموجي يقصر كلما اتجهنا باتجاه أشعة جاما أي من الموجات الكهر مغناطيسية لها أكبر تردد؟ نعم هي أشعة جاما كما نلاحظ أن التردد يقل كلما اتجهنا باتجاه موجات الراديو إذن لموجات الراديو أقل تردد وأكبر طول الموجي ولموجات أشعة جاما أكبر تردد وأقل طول الموجي أنواع مناظير رصد الكون المناظير المقاريب الفلكية البصرية هناك نوعان من المناظير الفلكية البصرية أولها المنظار الفلكي الكاسر حيث تقوم فكرة عمله على انكسار الضوء بوساطة العدسات المحدبة كما نلاحظ في الشكل هنا يخترق الضوء القادم من الجسم المراقب العدسة المحدبة الشيئية سميت الشيئية لأنها مواجهة للجسم المراقب تنكسر هذه الأشعة متجمعة في البؤرة ومكونة لجسم أكبر يقع أمام العدسة العينية أما النوع الآخر من المناظير المنظار الفلكي العاكس وتقوم فكرته على انعكاس الضوء باستخدام مرايا مقعرة حيث يخترق الضوء القادم من الجسم المراقب فتحة موجودة في المنظار ويصطدم هذا الضوء بمرآة مقعرة تعمل على عكس هذه الأشعة ليقع الجسم المراقب أو صورة للجسم المراقب أمام العدسة العينية في بعض المناظير يحتوي على مرآة مستوية لزيادة كمية الأشعة المنعكسة ويعطى صورة أوضح للجسم المراقب المرصد الفضائي وهو مبنى يحتوي على المناظير الفلكية المستعملة من قبل المختصين ويحتوي المرصد على سقف يشبه شكل القبة يفتح لتخرج منه المناظير لتراقب الفضاء يوجد مناظير عاكسة ضخمة في أوروبا تتكون من أربع قطع من المرايا كل قطعة يفوق طولها ثمانية أمتار أما بالنسبة للمناظير الفلكية الراديوية فإنها تستعمل موجات الراديو التي تنتقل عبر الفضاء على مدار 24 ساعة وفي جميع الظروف الجوية تصل موجات الراديو إلى قرص مقعر يقوم بعكس هذه الموجات نحو لاقط في بؤرة القرص يحتوي هذا اللاقط على مستقبل لهذه الموجات يحولها إلى معلومات تمكن العلماء من تحر الأجرام ومسح الفضاء وصلنا أعزائي معكم إلى النشاط التقييمي لنختبر تحقق الأهداف السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة لكل من ما يأتي أي أنواع المناظير المقاريب الفلكية يستعمل المرايا لتجميع الضوء؟ أحسنتم هو العاكس أي أنواع المناظير المقاريب الفلكية يستعمل ليلا ونهارا وفي الظروف السيئة؟ بكل تأكيد هو الراديوي أي من الموجات الكهرومغناطيسية التالية لها أكبر طول موجي؟ نعم كما ذكرنا سابقا هي موجات الراديو ما اسم المبنى الخاص الذي يحتوي على المناظير الفلكية البصرية؟ نعم أحسنتم هو المرصد الفضائي السؤال الثاني املأ الفراغ عزيز الطالب في كل من العبارات التالية بالكلمات المناسبة واحد هو ترتيب الأشعة الكهرومغناطيسية حسب طولها الموجي؟ أحسنتم هو الطيف الكهرومغناطيسي اثنان تيليسكوب يستعمل عدسات تكسر الضوء؟ نعم هو المنظار الفلكي الكاسر السؤال الثالث أجب عن كل مما يأتي واحد بما أن اللون الأحمر لديه طول موجي أكبر من اللون الأزرق فأيهما تردده أكبر؟ نعم هو الأزرق لأن له طول موجي أقصر فإذا كان طوله الموجي أقصر فتردده أكبر رتب الموجات الكهرومغناطيسية التالية من الأقل ترددا إلى الأكبر ترددا الأشعة تحت الحمراء أشعة جاما موجات الراديو الأشعة فوق البنفسجية الترتيب الصحيح من الأقل ترددا إلى الأكبر ترددا هي موجات الراديو ومن ثم الأشعة تحت الحمراء الأشعة فوق البنفسجية وأخيرا أكبرها ترددا أشعة جاما السؤال الرابع قارن بين المناظير الفلكية البصرية والمناظير الفلكية الراديوية كما هو مطلوب منك في الجدول التالي من حيث التركيب ومبدأ العمل والوظيفة تتركب المناظير الفلكية البصرية من عدسات عينية وكذلك عدسات محدبة في المناظير الكاسرة والمرايا المقعرة والمستوية في المناظير العاكسة أما في المناظير الفلكية الراديوية فتتكون من قرص مقعر ولاقط في بؤرة هذا القرص ومستقبل للأشعة بالنسبة لمبدأ عمل المناظير الفلكية البصرية فإنها تعمل على انكسار الضوء في المناظير الكاسرة وذلك بوساطة العدسات المحدبة وانعكاس الضوء في المناظير العاكسة وذلك بوساطة المرايا المقعرة والمستوية أما مبدأ عمل المناظير الفلكية الراديوية فإنها توصل موجات الراديو إلى قرص مقعر يعكس هذه الموجات نحو لاقط في بؤرة القرص الذي يحتوي على مستقبل يحول هذه الأشعة إلى معلومات أما وظيفة المناظير الفلكية البصرية فهي تقريب وتكبير صور الأجرام السماوية وبالنسبة للمناظير الفلكية الراديوية فهي تستعمل في دراسة الموجات الراديوية التي تنتقل عبر الفضاء وتحر الأجرام ومسح الفضاء أعزائي الطلبة وصلنا إلى هنا إلى نهاية الدرس دمتم سالمين وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر